السلام عليكم ورحبا بكم في قناة رجاء المغربية وصفتنا اليوم عبارة عن رغيفة بمداق شبكية والبريوات رغيفة ديال الهما والشان لما نطول عليكم من دوز المقادر وطريقة التحضير على بركة الله بالنسبة لهذا الوصفة غادي نحتاج خمسات الكيسان ديال الدقيق اي ما يعادل خمسمائة جرام دقيق نوعية ممتازة اللي غادي نغرب له جوج ديال المرات يعني تنا اكد اللي ها لازم ها الدقيق نغرب له مزيان البنات غادي نجوه في الوسط ديال الدقيق باش نضيف عليه المقادر المتبقية غادي نضيف نصف ملعقة من الملح غادي نضيف عليه جوجة المعلق صغار ديال النافع اللي تحنتم مزيان وغربلتوا مزيان حتى ولط لي ب싶ت دقيق غادي نضيف عليهم ملعقة صغيرة من القرفة كذلك اللي تحنتها وغربلتها جوجة المرات حتى ولط لي ب LGBTQ غادي نضيف عليهم جوجة حبيبات ديالمسكة الحرة اللي تحنتوا مع القليل من السنيدة وغربلتهم كذلك غادي نضيف ملعقة من زنجلان اللي صهدته شوية وطحنته حتى هو مزيان وغادي نضيف كأس من الماء عادي غادي نضيف جشة المعالب كبار من ماء الظهر غادي نخلط الكل يعني هاد النصائح ضرورية النجاح هاد الوصفة جميع هاد المقادير ضروري يكونوا مطحوني مزيان ومغربلي مزيان غادي نضيف الكأس الثاني من الماء وان شاء الله تبعوا غير هاد النصائح وهاد المعلومات وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش نجح معاكم الوصفة وان شاء الله تجيكم كيف ما بغيتوها بالنسبة للماء تنضيف القليل بالقليل هذا الكأس الثالث حتى هو تنضيف منه القليل بالقليل يعني شوية بشوية وانا تنطرب مزيان في العجين ضروري العجين على البنات تطرب مزيان باش ما تديرش ليدو كل كريكبات تنكمل لكأس الثالث كيف ما شته يعني غادي نضيف غير شوية بشوية بالنسبة للماء كذلك كيف ما دائما نعودكم على حسب نوعية الدقيق كل أخت راها عارفة نوعية الدقيق اللي عندها وعارفة واش تيتشربوا لما تيتشربش كيف ما شته الخليط ضروري تطربوه يعطيوه الوقت يعطيوه الوقت مزيان حتى تطربوه هنا غادي نبدو نضيف الكأس الرابع والكأس الأخير يعني بالنسبة لهذا الكأس الرابع يمكن لكم تضيفوه كله أولا بنصف فقط هاي لا حسب نوعية الدقيق وغادي تشوفوه في الأخير نتيجة نهائية ديالة العجين ديالي أنا غادي نضيفوه كامله كيف ما شته تدجيل عجين كيف حال ديالة المغرير تقريبا يعني كشيء تقريبي تبعو غير هاد الخطوات وان شاء الله را غادي تنجح معاكم صافتان بدان نضيف القطارات الأخيرة من الماء وبالنسبة لهذا الرغيفة راها اقتصادية سهلة وحتى الطريقة غير تبعوها ان شاء الله را غادي تنجح معاكم خلاص بعد ما كملت الماء غادي نضيف جشل معا الكبار ديالة زيت النباتي اي زيت المائدة وغادي نطربها كذلك جيدا كيف نمشته العجين راني طربتها مزيان باش ما تديرش ليدك الكريكبات ضروري هاد المرحلة لابغيتوها تنجح معاكم اعطوها شوية الوقت غادي نغطيها بالفيلم وغادي نخليها ترتاح جيدا يعني من الساعة تدسع وكل ما ارتاح تتعطيكم نتيجة رائعة وتتسهل عليكم الخدمة بعد ما ارتاح العجين غادي نطربها بهاتطريقة غير شوية باش يتجنسوا ليا جميع المكونات ديالها وهنا غادي نوريكم الفورشات باش تنخدم بالنسبة لأخوات لي اول مرة يخدمون بالفورشات او للشيتة يعني ضروري تكون شيتة ما تطيحش ذاك الزب ديالها تديرو لها بحال هكا يعني جبتوها قبل ما تشريوها باش إذا كانت تتسوس لا راه ما ماخد دامش هادي راه نوعية جيدة بالنسبة للميقلات ديالي راني درتها فوق النار حتى صخنات مزيان كيف ماشته صافي غادي نبدأ ناخد العجين بالفورشات وتنبدأ تنطلي في الميقلات ديالي طريقة عادية ديالت الورقة ديالت البسطيلة بالنسبة لنار تتكون نار مهيلة باش طيب ليا ديك الورقة على خطرها وتجي نفرقة في هالعافية كلها احنا تنشوف غير الجوانيب اي لا نشوفو صافي راه الورقة راه هانشفات يعني تتبلك من الوسط راه هانشفات ما نخلياش حتات يباس بزاف كيف ماشته صافي غادي نزولها وغادي نحتى دار و ريعو تاني من البلاستيك او للفيلم باش تتصهد و تتبقى ليا الورقة تريا ما تعدبنيش في الخدمة دار و ريالبنت و تندهنها بشوية ديالزيب بالنسبة للمقلات هذي ناخد القليل من الماء ديال الروبيني غادي نشلو بها ضار كذلك من هاد النقطة لان فاش تكون حرارة المقلات طالعة بزاف غير تديري العجينة تطلص قليك و لا تقطرات يعني ما تتحكميش فيها و تدجيك الورقة غليدة بزاف غادي نخليها تطيب كيف ماشته البنات هاي يرا تدجيها قيقة غزالة و ساهلة في التحضير بالنسبة للعقدة غادي نحتاج مصرابعة من الكوكو البلدي حمرته مزيان و تحنته مزيان يعني خليت في القشرة شوية باش يعطيني يديك البنا ديالو غادي نحلو جيدا غادي نضيف عليه ملعقة صغيرة ديالة الزبدة نوعية ممتازة غادي نضيف كذلك نصف ملعقة القرفة غادي نضيف جلش المعالق ديالو المظهر إلا لقيتوا هاد النوعية راه جيدة ما بغيتش نضيل الإشار ولكن أي حاجة عشان تابيها تتبقى فيها رائحة رائعة جدا هنا غادي نضيف عليهم ملعقة ديالة العسل هادا عسل منزلي اللي كنت شاركت معكم وغادي نعود نشارك معكم طريقة اللي تيجي بها ناجح وبالتفصيل الممل غادي نجمع العقدة ديالي جيدا كما تتشوفوا هادا هو القوة من نهاية ديالها بالنسبة للورقة بعدما ارتحتها هيكي فيما تتشوفها غير تبعوا النصائح تبعوا الخطوات وتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر وان شاء الله راكم غادي تنجحوا فيها وما غاديش تبقوا وتلقوا مشكلة في الورقة العادية ولا هاد الورقة اللي من السماء بمقادير الشباكية هايا كيف ما تتشوفوا رهتات الجير قيقة شفافة ورائعة جدا غادي ناخد ثلاثة المعلقة صغار ديال الدقيق نوعية ممتازة غادي نضيف عليهم تقريبا نصف كأس ديال لما يعني تنخلط وعينية ميزاني باش غادي نسودي العجين ديالي غادي نبدأ في تشكيل ديال الرغيفة ديالي غادي نسرح واحد الورقة يعني ورقة واحدة فقط غادي نوضع الكأس في الوسط وغادي نبدأ ندور ديال العجين كيف ما شتوا تبدير ديال بلي يعني بليات بحالة تنطوي شي حاجة يعني ماشي طي ولكن غير تنضور باش نجيب ديالوريضة هاكا ضايرة والكأس الوسط كيف ما تتشوفوا بهذا الشكل يعني تبعوا جيدا هاد الطريقة إلا بغيتوا تنجحوا فهذا رغيفة هاكا تيكون الشكل ديالها ضاير يعني شكل عشوائي غادي ناخد داك الدقيق هو الماء وغادي نبدأ نسودي في العجين ديالي ضروري تبعوا هاد طريقة وهاد الخطوة لبنات إلا بغيتوا هاد الرغيفة نجح لكم مليون في المياه من هاد المنبار حبيت نشكر جميع الأخوات اللي نضموا القناة من خارج الوطن ومن داخل الوطن كذلك وتنشكركم جزيل شكر على الكلمات الطيبة اللي خلتوا لي في التعليق واللي حفزتني وخلتني نزيد نعطي أكتر وأكتر الله يجزيكم بخير وتنتبرنا إن شاء الله جميع الوصفات اللي درتوا ينجحوا لكم وينالوا الإعجاب ديالكم وما تنسونيش بالدعم ديالكم الطيب وبالبرتاج للبرتاج 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 لأنه واللي تيدعم القنوات وباش يزيدوا القنوات يكبروا أكتر وأكتر هانتو ما الشكل كيفاش تيكون وخات شوفوه كارا بعدم ما تطيب راتي يكون الشكل ديالها رائع جدا غادي نخليها حتى تنشف هاكا البنات غير تبعوا هات الخطوة وهات طريقة غادي تنشحوا فيها إن شاء الله هنا بعدم ما سخنات ليا الزيت تناخد حبة حبة تنديرها في الصفايا كيف نماشته هنا خدي تغل منتلك تنبدأ تن ندور غير شوية بشوية باش ما نطقبش العاجين لأنه الورقة تتكون رهيفة بزاف هنا تنقاط ندفع شوية بشوية الزيت كيف ما لاحطه تنبدأ تنجمع فيها بديك الصفايا باش تبقى ليا ديك الوريدة مجموعة غير تبعوا هاد الخطوة لابنات إن شاء الله را غادي نجح معاكم ضاروري وسودي ومزيان وخليوا حتى تنشف أنا ما زال ما خليتها شي تنشف بزاف لأنه ضاروري نوجدها ورادة غي دا غي تتوجد يعني قبل الفطور في رمضان إن شاء الله هاو الليلة في شي عرادة ولا شي حاجة رادة غي دا غي تتوجد هانتم ها هو الشكل كيف ماشته وهنا يعني قربت لكم هالطريقة كذلك كي لا كانت عندك الزيت قليلة أو كانت عندك المقلات كبيرة وما بغيتش تضيعي تتميلي المقلات فوق البوطة باش تديك الرغيفة كل ها تطيب جي كل ها طيبة يعني في دقة وحدة وكل ها تاخد نفس الطحمار ونفس اللون غيرت بعض الخطوات وإن شاء الله را غاديتنا للإعجاب ديالكم بالأخص الناس اللي عزيز عليهم البريوات عزيز عليهم حجم قرم شقرة هادي رائعة هنا بعد ما طابت كيف ماشتوها هنا الكويرة ديال كوكو بالنسبة الكوكو بغيتو تديرو كوكو ديرو بغيتو اللوز ديرو بغيتو دخلوها غير هكاك خلوها لا حسب الرغبة ديالكم غير هو ارا طيعت يا واحد لما ضاق رائع الورقة اراها بحلة التفليف الشبكي يعني بديك المسكة الحرة وديك القرفة والنافع راها بمخفو عليكم فاش تضيفي له هادي كوكو حتى هو متنسم راها تتجي ولا اروح صدقوني بالنسبة الكي ما قلت لكم العقدة ديال كوكو تضيفي العسل حتى تتجمع يعني لمكفتك شاديك معلقة زيدي را تيجي دك شي رائع هنا ما مطفيتهاش في العسل كيف ماشتو هاد شي ولي درت لها فقط ديال العسل را تتاخد قياسها باش كل جي يعني الناس اللي عزيز عليهم العسل را غادي ياكلوها اللي بغاوها ها غير هكك عادية بدون عسل كذلك را تتجي رائعة يبقى لكم الاختيار في تزيين يبقى لكم الاختيار في في التقديم ديال بعد ما انتهيت انتم ما تتشوفوها رغيفة ولا اروح مقرمشة اه بنينا رائعة رائع جدا تنتم ان شاء الله تجربوها وبنى الاعجاب ديالكم الى عجبكم فيديوهاتي ما تسوش تدعموني بلي لايك البارتاج الناس الجدد لاول مرة تتشوفوا قناتي مرحبا بكم ستلف مرحبا فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بصحة والراحة واشركم بروكا و الى اللقاء في فيديو قادم باذن الله اشتركوا في القناة